وينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد محمود الطاهر سيد محمود مساء الخير أهلا وسهلا بك وبالسهد المشاهدين بداية الشخصيات السياسية والعسكرية أيضا التي تضمنتها صفقة تبادل الأسرة الأخيرة هل برأيك ترفع من منسوب التفاؤل بالإفراج عن بقية الأسرة والمحتجزين؟ أهلا وسهلا بك مرة أخرى وبالسهد المشاهدين بداية نهنى ونبارك الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة وخروج العشرات بل المئات من المختطفين لدى سجون الملشيات الحوثية والذين عانقوا الحرية اليوم وكذلك يوم أمس وأول بارحة وهذا يؤكد إقدام مجلس القيادة الرئاسي وعزم التحالف العربي بتحرير كافة المختطفين في سجون الملشيات الحوثية أو الأسرة من الملشيات الحوثية لدى الحكومة اليمنية طبعا هذه قد تكون بارغة أمل وربما هناك أيضا تحدث الحوثيين تحدثوا أنفسهم بأن هناك 1400 أسير ومختطف سيتم الإفراج عنهم 700 من القانب الحكومي وكذلك 700 من قانب الملشيات الحوثية أو من أسرة الملشيات الحوثية سيتم الإفراج عنهم بعد العيد أو في قولة مفاوضات قادمة لعل ربما قد يكون القائد العسكري فيصل رقب والسياسي محمد قحطان ضمن هذه القولة وهذا يشير إلى حجم القضوع ملشيات الحوثي لإيران للتوقهات الإيرانية نحن شاهدنا وسمعنا وتابعنا الاتفاق والتقارب السعودي الإيراني خلال الفترة الماضية واستدعاء الإيرانيين لمحمد عبد السلام وكذلك لقيادات لممثل الحوثيين في طهران خلال الفترة الماضية والذي وجههم توجيهم مباشر بالامتثال لهذا الملق الإنساني وما يحصل الآن أعتقد هي بداية للإفراق الكل مقابل الكل هناك تحمس كبير لهذه العملية بما فيهم الحوثيين الحوثيين لديهم مقاتلين معتقلين في سجون القوات الحكومية في سجون تعزل لدي التحالف العربي وهم متحمسين لذلك للإفراق الكل مقابل الكل الصعوبة في ذلك كان أن يمتثل الحوثيين للإفراق عن الأربع المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي وكذلك إضافة إلى العميد محمد محمد عبد الله صالح وكذلك نقل القائد طارق محمد عبد الله صالح كان يتخوف من ذلك وبالتالي عندما تم الإفراق عنهم هذا يدل أن الحوثيين تلقوا رسالة مباشرة من النظام الإيراني بالامتثال لهذا الملف الإنساني نعم سيد محمود هل تعتقد الآن بين الصفقة الأخيرة والأولى كان عامين ونصف تقريبا هل تعتقد أن الصفقات القادمة ستأخذ أمدا طويلا مثل هذه المدة؟ لا أعتقد الحوثيين محتاجين وفي أمس الحاجة لقتلاهم كما أعلنوا اليوم في مؤتمر صحفي بأنهم اتفقوا على عقد قولة وقد حددوا 700 من أسراهم لدى الحكومة وكذلك الحكومة أيضا حددت 700 آخرين بمعنى أن هناك قولة قادمة سريعة مكونة من 1400 أسير ومختطف لدى الجانبين وما يعني أن هناك عملية تبادل قد تكون سريعة جدا وربما قد تصل هذه المراحل متتالية خلال فترة وجيزة لكن ما هو الأهم أو ما هو الأخطر من ذلك أن ما يتم الإفراج عنهم الحوثيين يختطفوا بديلا عنهم وبمعنى بأن الشعب اليمني كلهم مختطف ونحن نتمنى أن يكون التفاوض بشكل كامل على السجن الكبير الذي يتحكم به الحوثيين أو المناطق التي الخاضعة لمليشيات الحوثية وهو سجن كبير أن يتم التفاوض حول هذه المناطق كيف يمكن لليمنين في هذه المناطق أن يتنفسوا عبق الحرية